مأموم نسي قراءة الفاتحة في احدى الصلوات السرية فهل عليه بعد سلام امامه ان يأتي بركعة ام تكفي قراءة الامام القول الراجح ان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وبناء عليه فاذا نسي المأموم ان يقرأ الفاتحة في احدى الركعات فان هذه الركعة تتلغو ويأتي بدلها بركعة بعد سلام امامه فاذا ادرك الامام في اول ركعة ونسي ان يقرأ الفاتحة في هذه الركعة مثلا فانه اذا سلم الامام يجب عليها ان يأتي بركعة فدلا عن الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله كل صلاة اللي يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج يعني فاسدة وانما لم نقل ببطلان الصلاة كلها لانه كان ناسيا ولو تعمد ان يدعى قراءة الفاتحة فان صلاةه تكون باطلة بارك الله فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة